تلوتي عانسيب حترككم مع موجز لها مواكر الأنباء بصحبة زملتنا دينا شرف تفضل يا دينا شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين محذرا من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بورنز حيث تناول الاجتماع الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كما شدد الرئيس السيسي على خطورة الأوضاع التي تصل إلى حد المجاعة في غزة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين اتفق على خطورة تصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية أعلن مصدر رفيع المستوى مغادرة وفدي قطر وحماس القاهرة بعد جولة مفاوضات ضمت أيضا وفدا أمريكيا وآخر إسرائيليا للتوصل لهدنة بقطع غزة وأكد المصدر أن الوفود ستعود للقاهرة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائية كما أوضح المصدر أن جولة المفاوضات بالقاهرة شهدت تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر مضيفا أن هناك توافقا مصريا أمريكيا قطريا على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية بالقطع بشكل فوري يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث طلب مقدم من دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمادته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة عام 2012 وفي وقت سابق أعربت الجمعية العامة عن أملها في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته فلسطين في سبتمبر للحصول على العضوية الكاملة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا مدفعيا استهدف مناطق وسط وجنوب القطاع في اليوم 185 من العضوان الذي دخل شهر السابع وأفادت المصادر باستشهاد سبعة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط القطاع ومخيمة شجعية كما استهدفت طائرات الاحتلال مدينة رفح جنوبية القطاع ومحيطها بسلسلة من الغارات العنيفة طالت منازل ومنشآت ما أصفر عن سقوط شهداء ومصابين تظاهر ألف الإسرائيليين في القدس المحتلة لمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة كما طلب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لفشله في تحقيق أهداف الحرب يأتي ذلك ضمن سلسلة من التظاهرات أطلقها إسرائيليون وأهالي المحتجزين في القدس المحتلة وتل أبيب ومستوطنات عدة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية على عدد من المناطق الجنوبي لبنان وقالت مصادر أمنية لبنانية إن إسرائيل نفذت غارة على قرية سلطانية بالجنوب ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم قيادي ميداني في قوة ردوان وهي قوة النخبة التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية شكرا شكرا